بيم 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 نشرة المانيا الساعة 8 برنامج يقدم لكم شريف عمران النهاردة 24 مارس 2020 اول خبر موجود هو ان العالم بيدور على مصل لفيروس الكورونا وان الخبر في المانيا بيقولوا ان ما عندهمش الوقت الكافي ان يطلعوا مصل من البداية او يخترعوا المادة الفعالة بتاعته وعشان كده بيعتمدوا في بحثهم على المواد الفعالة اللي موجودة في الامصال التانية المعهد الاتحادي للامصال واللقاحات في المانيا بيقول ان فيروس الكورونا هو فيروس مستقر وراثيا وان الهيكل الجديني بتاعه مستقر المانيا عملت مناقشات في الحكومة كثيرة بخصوص الحياة العامة ويتخذ القرار بتقليل الحياة العامة الى اقصى درجة وده معناه ان ما ينفعش تمشي برا البيت اكتر من اتنين وبيقولوا ان النتيجة دي ظهرت في نتائج سابقة من هونج كونج وبيقولوا ان هو ده فعلا الحل الصح ان انت تقلل انتشار الفيروس الخبر اللي بعد كده بيقول ان المانيا لفت انتباهها ان اليابان على الرغم ان هي قريبة جدا للصين الا ان اعداد المصابين بفيروس كورونا واعداد الوفيات لسه يعني قليل نوعا ما فعملوا دراسة وقالوا الادي اليابانيين بيقولوا ان غسيل الايدين وان هما يستعملوا المطهر بصورة يومية ده هو العادي عندهم في الحياة بتاعتهم بالاضافة الى ان هما مش بيسلموا لكن بيكتفوا بالانحناء وبيقولوا ان ده بيقضي على نص طرق نشر الفيروس ومن ضمن الخبر برضو بيقولوا ان يبدو ان السلطات في اليابان متكتمة على الارقام الحقيقية للمصابين اما بالنسبة لالمانيا فحاليا في 30 الف مصاب تقريبا بالفيروس من ضمنهم 131 ماتوا الخبر اللي بعد كده بيقول ان اقل شيء اسبوعين لمدة الاسبوعين الجايين سيتم تخفيض الاحتكاكات الاجتماعية لاقصى درجة ممكنة زي ما قلت لكم ما ينفعش تمشي اكتر من اتنين في الشارع الخبر اللي بعد كده بيقول ان القوات المسلحة الالمانية اشترت 6 مليون ماسك لفيروس الكورونا والماسكات دي وهي في الطريق وقفت ترانزيت في كينيا وفجأة اختفت الخبر اللي بعدين بيقولك الناس اللي بتشتري البطاطس بكمية كبيرة مش هينفع الكلام دوت لان الوقت اللي احنا فيه دلوقتي غير مناسب ان البطاطس يتم تخزينها وزير الصحة الالماني شبهان اتكلم ان هو هي وعد ان هو هيجيب 10 مليون ماسكات لفيروس الكورونا ويديها للدكاترة على اقل تقدير الدكاترة والمستشفيات ولكن لسه ما جاتش بالاطباء يعني متزمرين جدا من الوضع منظمة الدابليو اتش او قالت ان الخطوات اللي تم اتخذها لمكافحة مرض الصول ما هياش كافية وبيقولوا ان المانيا اتفعت الحكومة او حكومات العالم اتفقوا ان هما يكافحوا مرض الصول في تجمع في 2018 وان هما هيكافحوا الحاد سنة 2022 وان على اقل تقدير 30 مليون انسان حياخدوا التطعيم ده لكن للأسف المرض ده هو مرض مميت لحد دلوقتي في العالم على كلام الدابليو اتش او في خبيرة من خبراء السايكولوجيا وعلم النفس اتكلمت على ان تغيير اراء العلماء والسياسيين كل شوية واحد يطلع بفكرة وكل شوية واحد يغير رأيه والدابليو اتش او قالت ما ينفعش تستعمل الايبو بروفين وبعد كده غيرت رأيها وقالت ان التغييرات في الرأي ديت بتؤدي الى الخوف وان الناس بتفتكر ان في حاجة وهم مش عارفين يعملوها او تؤدي الى تؤدي الى زيادة المخاطر وبتقول ان الناس بيعتقدوا ان العلماء بيعرفوا كل حاجة والمفروض لما يقولوا حاجة مايرجعوش فيها معهن روبرت كاخ انستتوت قال ان فيه تلاتة كاتيجوريز للمخاطرة هم قالوا في البداية الاتصال بحد مريض بيؤدي الى انتشار العدوى وبعدين فصلوا الكلام دوت وقالوا عندنا تلاتة كاتيجوريز تلات مجموعات المجموعة الاولى ان انت يحصل اتصال مباشر بينك وبينه بنوشك وبوشه لمدة 15 دقيقة وده بيؤدي الى زيادة المخاطرة جدا المجموعة التانية المخاطرة المتوسطة وده لو كانت المحادثة بينك وبين المريض اقل من 15 دقيقة والمجموعة التالتة بيقول ان هم الكفاءات الطبية المحتكين بالناس المرضى بيقول كمان ان الخبرة بينتظروا ان الشهر دوت يطلع على الاقل تست او وسيلة اختبار للكورونا فيروس بيكون في متناول الجميع الخبر اللي جاي بيقول هل فيتامين سي فعلا بيؤدي الى قتل الفيروس الاسئلة ديت انتشرت على الميديا وراحت للمعهد الاتحادي للأدوية في ألمانيا والمتحدثة باسم المعهد الاتحادي للأدوية ما قدرتش تربط ما بين فيتامين سي وقتل فيروس كورونا ولكن قالت ان الفيتامينات في حد ذاتها هي وسيلة كويسة لمساعدة الجسم على محاربة الفيروس بيقول السؤال بعد كده بيقول هل عمل الرياضة في الهواء الطلق ممكن يصيبك بالفيروس لحد دلوقتي هم قالوا ان الاحتكاك المباشر ما بينك وما بين شخص مصاب بالعدو ولكن في دراسة ظهرت في انجلترا في New England Journal of Medicine وقالت ان الفيروس ممكن يتنقل عن طريق الجو لانهو بيقعد لمدة 3 ساعات بعد كده سألوا فيه سؤال بيقولك طب ازاي احمي نفسي وانا بشتري الحاجات في السوبر ماركت قالك علشان تحمي نفسك لازم تاخد على اقل تقدير متر ونص بينك وبين العميل اللي بعديك وخصوصا وانت رايح حالة رايح تدفع وما تبصش في وش العميل او حاول تبعد عنه على اقصى على اقل تقدير وحاول تخسل ايديك باستمرار لما ترجع من البيت الخبر اللي بعد كده وهو سؤال طبي هل تم تربية فيروس كورونا ده من قبل الانسان وبعدين فالخبرة بيردوا على النقطة ديت وبيقولك علشان الفيروس يكون عنيف لازم يكون فيه جزء فيه اسمه والاربي دي دوت هو اللي بييجي على حاجة اسمها المستقبلات ودي موجودة على جلد الانسان اسمها المستقبلات ديت موجودة على الجلد على سطح الجلد وبعدين اول ما يمسك في المستقبلات ديت بيعمل زي وسيلة المفتاح والرزة ان المفتاح بيدخل جوه طابلة الباب بصورة بالزبط يعني مية في المية لو فيه اختلاف مش هيحصل ان هو يفتح وبالتالي مش هيحصل ان هو يمسك على المستقبلات ومن هنا قالك لا ما ينفعش ان الفيروس يكون مصنوع يدويا وإلا كان فيه فرق ما بين المستقبلات ديت وما بين الجزء بتاع الاربي دي اللي هو بيمسك على المستقبلات وبيقولوا ان الهيكل الجزائي للفيروس هي هيكل صلب ستيبل مستقر جدا الخبر اللي بعد كده بيقول ان مراكز الترفيه زي الجيم بدأت تعمل عروض على الانترنت وتقول احنا هنديلك تدريب من البيت عبر الفيديو الخبر اللي بعديه بيقول لك ان بناء على ان الحياة العامة في المانيا تم تخفضها فمش مسموح لأكتر من اتنين يختلطوا او يجتمعوا في مكان ما ولو حصل الكلام دوت البوليس هو اللي حيضطر يفرقهم وحيديهم غرمة في واحد فوق الخمسين سنة نمساوي بيقول ان هو قدر يقاوم مرض الكورونا وخف والحمد لله وبيوصف بيوصف الاعراض اللي جات له بيقول ان كان عنده اصداع وكانت حرارته فوق التسعة وتلاتين وبيقول ان هو كان ضعيف جدا ومش قادر ياكل وكان وبيوصف ان كان عنده الم في الرئة وكان حاسس ان كأن القفز الصدري بتاعه بيولع ولكن اهم حاجة بيقولها ان انت لازم تكافح الفيروس نفسيا من جوه بنفسك علشان تقدر تقومه الخبر اللي بعديه بيقول على انهي سطوح ممكن الفيروس يتنقل يعني مسلا لو انا داخل لو انا داخل اشتري حاجة من السوبر ماركت وعربية المشتروات ممكن يتنقل عليها فافادوا وقالوا ان المعروف ان هو بيتنقل عن طريق الاحتكاك المباشر ولكن عملوا اختبارات اه ودراسة لسه لسه يعني لم تكتاز الدراسة لسه لم تكتاز المراجعات الاولية ولكن هي خلصت الى ان الفيروس دوت ممكن يعد على الماتيريال زي النحاس على الماتيريال زي النحاس بعد ساعات وان هو ممكن يعد لمدة 24 ساعة على الكارتون ويقعد على الستانلس ستيل والبلاستيك من يومين لتلاتيه السؤال اللي بعدي سألوه لخبراء علم النفس طب ايه هي النتائج من ان الناس هتقعد في بيتها فالاجابة قالك ممكن يحصل اكتئاب يحصل خوف يحصل مشاكل في النوم وان هذه الاعراض المتوقعة انها تحصل بالاضافة لان ممكن يحصل مشاكل في البيوت ما بين الازواج في مشروع اسموستي اتهم بيحاول يديلك بعض الاقتراحات اللي ممكن تعملها علشان تتخلص من الملل اللي موجود فترة وعادك في البيت بيقولك ممكن تعمل فتنس او تقعد تلعب رياضة في البيت ممكن تخلل الاكل اللي عندك ممكن تجرب وصفات جديدة للطبخ ممكن لو المطبخ بتاعك البهارات اللي فيه مش متوضبة او مكتبة الكتب بتاعتك مش مترتبة ممكن ترتبها من تاني ممكن تتعلم حاجة جديدة ممكن تحاول تاخد الوقت دوت في انك تتكلم مع الناس اللي انت بتحبوه واحنا كمسلمين ممكن تقرى القرآن وبهذا ننتهي من النشرة الاخبارية البسيطة ونتمنى ان نكون قد افدناكم والسلام ختام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة